اللي فرج على المباراة النهاردة والفرج على المباراة أرسنال السنة دي أو الموسم ده حتى الآن فيه روعة خيالية في الضربات السابت حاجة مدهشة نهاردة روكنية اللي سجل بيها أرسنال هدفه التاني كان قبلها على طول فيه روكنية عملت كوبي بيست بالزبط بالزبط احكي لك الحكاية فيه واحد في الجهاز الفني الأرسنال اسمه نيكولاس جوفر نيكولاس جوفر ده فرنسي شغلنته ايه في الجهاز الفني الأرسنال شغلنته أنا بتاع الرقلات السابت أنا اللي بشتغل مع الفريق عن الرقلات السابت الراجل ده أصلا اسمه على قصة لذيذة يعني الراجل ده أصلا كان شغال في الجهاز الفني للمنتخب الكرواتي في 2014 كاس العالم وقتها كرواتيا ودعت البطولة بعد ما استقبلت هدفين من رقلات تركنية قدام المكسيك فالراجل لعبت في دماغه قال لك لا 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 تعال هنا بقى ده واضح ان الكرات السابتة هي كل حاجة دي حاجة مهمة جد فالراجل راح اشتغل اكتر على نفسه خد الدراسات الكافية في الكرات السابتة اخد كرسات في الكرات السابتة اشتغل في القصة دي كتير اوشي لحد ده قاعد في السنة يعمل كده وبعد كده راح بلينتفورد في الدولة الانجليزية في 2015 اشتغل مع بلينتفورد وكان بلينتفورد في الدرجة الاولى من افضل الفرق اللي بتعمل كرات سابتة من افضل الفرق فرح مين استادو؟ في ايب جوارديولا تعالي عايزك في منشستر سيتي لما جيه منشستر سيتي في الدولة الانجليزية سجل كان 17 هدف في موسم 19-20 17 هدف من رقلات سابت تمام؟ تمام ارتتا كان موجود في الجهاز الفني لبيب جوارديولا مش من عند بيب جوارديولا وخد معاه نيكولاس عشان كرات السابت ساعتها ارتتا طلع وقال ده اهم صفقة عملتها اهم صفقة عملتها الراجل ده اهم صفقة راجل وصل دخل لارسنال لحد ما ارسنال بقى اهم فريق في الدولة الانجليزية كله بيسجل من ضربات سابت فالموضوع مدهش بصراحة النهاردة الفريق كان مدهش وعلى فكرة مش ضربات ركنية بس ضربات ركنية ورقلات سابتة حرة وكل شيء شايفين التفاصيل قد ايه مهمة حبيت احكيلكوا حكاية الراجل ده عشان تفهموا بصها هاي دي الصورة بتباين ان ارسنال اكتر معدلات تسجيل من كرات سابتة من كل الفرقة في الدولة الانجليزية اكتر من ليفربول اكتر من منشستر سيتي ومن توتنهام دي الكرة اللي بقولك عليها النهاردة كمل الكرة بصها جماعة بصها لعيبة ارسنال اول وقف فينا على جنب ولعيبة سيتي وقف فينا على القريبة ازاي تتلعب الكرة الحبة دول الخمسة دول كده راحين يعملكم بنا على ايدرسن لا هيخلوه يشم هوا ولا يشرب ماية هيقفلوه عليه ماية ونور بص انت مش هتشوف ايدرسن خلاص ايدرسن برا اللعبة الحارس برا اللعبة خلاص هو مش عارف يخرج من الزحمة دي لحد ما هي جابريل ويسجل منها هدف ابلها على طول كان في واحدة فوق القائم فوق العرضة وهي هي بالزبط بص ايدرسن يعني ما تحت دي فاول بص التلاتح السوم انهم في فضع يتسلل في فضع يتسلل انا برا اللعبة خالص يعني هات اللي بعدها كلهم بقوا جوا وبيسجلوا هدف هاي اللي يعني دي حكاية اشتركوا في القناة